شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد كريم طمنا الحمد لله لأجواء كريسة وكل المركز وكل أكيد عنده رغبة في الفوز النهاردة إن شاء الله بإذن الله إحنا لنا مهمة الفترة دي زي ما قال كريم أربع ماتشات بـ 12 نقطة إن شاء الله ناخدهم من الأهلي يحسم الدوري مبكرا إحنا بنقول 12 نقطة من 9 ماتشات ولكن إحنا بنقول إحنا طمعين شوي عايزين 12 نقطة في الأربع ماتشات اللي جايين يعني عايزينهم بسرعة لـ 12 نقطة إن شاء الله لو حققنا المكسب النهاردة يبقى إحنا حققنا ربع المهمة أنجزنا ربع المهمة إن انت خدت إن شاء الله 3 نقط بتوع ماتش النهاردة وماتش النهاردة على الفكرة صعب جدا 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 بس قبل ما أتكلم عن المباراة فنيا عايز أعلق على موضوع مهم جدا جدا وتقريبا شبه ثابت في البرامج الرياضية كلها سواء كان الضيف أهلاوي أو الضيف لا ينتمي للنادي الأهلي خالص السؤال السابت أنا مش عارف السؤال السابت ده هل لإصارة فتنة بين جماهير الأهلي ولا هو فعلا سؤال فني وسهو مش في محله ولا في توقيته السؤال هو مين أفضل كولر ولا مسماني كولر ولا مسماني هو سؤال بصراحة غريب والحقيقة مش في محله إطلاقا والمفروض إن السؤال ده مايتسئلش لأن دي مقارنة بعيدة ومقارنة غريبة وشمعنا وقتها دلوقتي وشمعنا وقتها دلوقتي وطبعا أي إجابة هتطلع من الضيف اللي بيتسئل هتعمل بلبلة وفتنة بين جماهير النادي الأهلي لو جينا نتكلم عن الاتنين بواقعية مسماني مدرب عمل تاريخ مع النادي الأهلي خد بطولة أفريقيا مرتين وخسر في النهاية الثالث لبعض الظروف الصعبة وإقامة اللقاء لو تفتكر حضراتكم من ماتش روحة ملعب المنافسة اللي هو الوداد المغربي وكمان خد السوبر الإفريقي مرتين وخد بورنزيتين كاس عالم الأندية ده على المستوى القاري طبعا بنكلم عن المستوى القاري لأن ده يعتبر إنجاز من ضمن الإنجازات دي من ضمن إنجازات مستر بيتسو مسماني بس الرجل عنده أخطاء كله مميزات أكيد كل واحد فينا عنده أخطاء ولكن كان ليه بصمة ومدرب متميز وجماهير النادي الأهلي حطته في مكانة كويسة وكمان كانت بتصق فيه طيب لما نيجي نتكلم عن مستر كولر هل هقول ألا أقدر أقول أن مستر بيتسو مسماني أفضر من مستر كولر طب نتيجة نتكلم عن مش حطر أقول لا ده أفضل ولا ده أفضل ولكن أنا بتكلم على إنجازات مستر بيتسو مسماني وأتكلم كمان على إنجازات كولر لأن كولر من ساعة ما جاء النادي الأهلي هو ماكملش عشر شهور تقريبا تسع شهور ماشي كويس جدا لحد الوقت خد بطولة أفريقيا وبعدين بعد بطولة أفريقيا لا تخد بطولة أفريقيا مؤخرا إنما هو في البداية واخد ثلاث بطولات واخد اتنين سوبر وواحد كاسماص وكمان ختمها بأفريقيا ما لما أجي بقى أعمل مقارنة هقول إيه لو أنا عايز أعمل مقارنة وأقول إن كولر أحسن مسماني ده مسماني خسر السنة اللي فاتت طب ما كولر جابها السنة دي يبقى كولر أحسن ما بقولش كده ما حالش يقول كده هي ما تتأسش كده هو المقصود إصارة الفتنة بين الجماهير ويبقى نقعد من قسم مع مسماني أحسن كولر أحسن معه مستر كولر جاي في 8-9 شهور أربع بطولات مستر مسماني جاب بطولات كتير في السناتين اللي عادهم ده مدرب كويس لي إنجازات وده مدرب كويس لي إنجازات بس المقارنة ما تقدرش تقارن المقارنة فيها تشتيت المقارنة لا عايز يعمل بلبلة هي أمور غريبة جدا وش منطقية ولا وقتها على فكرة ولا وقتها مش وقتها خالص على فكرة لإن الوقع بيقول إيه كل مدرب فيهم بيعمل اللي عليه على قدر استطاعته وإيه ما ننساش إن فيه عامل التوفيق أو عدم التوفيق إدارة النادي الأهلي والجماهير بتعتز جدا 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 بالفترة اللي قدها مستر مسماني مع الأهلي إدارة النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي برضو ويه؟ جماهير النادي الأهلي بتعتز بالفترة العظيمة القسيرة اللي قدها مستر كولر مع النادي الأهلي بس السؤال بقى السؤال اللي أنا عايز أتراحه بقى هو إحنا ما بنشوفش الكلام ده ليه؟ أو الأسئلة دي ليه؟ مع أندية تانية ليه؟ ما بنشوفش الأسئلة دي مع أندية تانية طيب السؤال ده ثابت ليه دايما دلوقتي فيه البرامج الرياضية بل بلا هو عايز يشتت هو عايز يعمل إصارة عايز يعمل فتنة لكن جماهير النادي الأهلي جماهير عظيمة عنده وعي شايف أنه موسماني كان مدرب لتاريخ مع النادي الأهلي أحرز العديد من البطولات وكمان مستر مارسل كولر مدرب كبير أحرز فيه فترة بسيطة جدا أربع بطولات وإن شاء الله الخمسة في الطريق وإن شاء الله بنسعى إن إحنا نحافظ على لقابنا كاس مصر تبقى ست بطولات في موسم موسم أنا مش عايز أقول استثنائي هو ده الطبيعي للنادي الأهلي بس هتقول لي هو فيه فرقة بتاخد كل حاجة لا إحنا تعودنا على كده مفيش فرقة بتاخد كل حاجة لكن إحنا تعودنا على كده النادي الأهلي عود جماهيره على كده خلاص إحنا بينا بنطلع يعني ممكن أنا المرة اللي فات كنت بقول لحضراتكم لا إحنا من حقنا نفرح عايزين عايزين ناخد وقتنا مرة في الفرحة إحنا ما بنفرحش إحنا بناخد بطول ما بنفرحش وعلى فكرة الدولاب اتمال على آخره من البطولات والدولاب كبر وبرضه اتمال على آخره من البطولات يعني البطولات عندنا كتير إحنا مش زي غيرنا بناخد بطولة كل خمس ست سنين بنفرح عليها الاربع خمس سنين اللي بعديها لا احنا بناخد بطولة النهاردة يقولك بعد الماتش بساعتين خلاص بقى نركز ونشوف اللي جاي بس انا بقول لا عايزين نفرح شوية من حقنا نفرح احنا عملنا انجازات عظيمة جدا السنة دي ومنهم الانجاز الاخير بتاع بطولة افريقيا من حق افرح من حقنا كالعيب افرح من حقنا كجماهير نفرح وناخد وقتنا في الفرحة ولكن لسه في مهمة وفي تحديات جديدة تحديات الجديدة عايزين ناخد البطولتين اللي فضلين بطولة الدوري ان شاء الله وجيان بطولة الدوري بتطرد النادي الاهلي بطولة الدوري بتطرد النادي الاهلي عايزة ترجع لمكانها بقى الدرع الدرع وحشوا النادي الاهلي الدرع زعلان انه بقى له سنتين بعيد عن النادي الاهلي عشان كده عايز يرجع لمكانه بسرعة فان شاء الله الدرع جاي. طولة خمسة. كاس ماصر إن شاء الله إحنا إحنا الأبطال. إحنا اللي حاملين اللقب. إن شاء الله بتاعنا بإذن الله رب العالمين. مش موسم استثنائي. لا هو دا اللي إحنا متعودين عليه من النادي الأهلي. والنادي الأهلي بيسير بخطوات ثابتة جدا 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 جدا. زي ما حضرتكم شايفين. حاولوا يشككونا.